طيب في البداية خلينا قبل ما أخبرنا ناخدها كده مع حضراتكم هبتدي بس بالمنتخب والكل طبعا يعني بعد المباراة الأخيرة وفوز متخبنا على الإيبيريا بهدفين وجزئية الماتش الودي وفايدته له اختيارات المدير الفني كروس للقايمة النهائية اللي تم اختيارها طبعا وهولها لحضراتكم إن شاء الله استدادا لمباراتي ليبيا الأولى إن شاء الله يوم تمانية إن شاء الله هنا في مصر والتالت التانية إن شاء الله اللي هتكون فيه بنغازي فيه ملعب شهداء بنينة بليبيا والتالي طبعا كل التوفيق المنتخبنا إن شاء الله دي هتكون يوم 11 أكتوبر بأمر الله الكلام على الاختيارات وكان فيه علامات استفهام على اختيار المدير الفني اللي اللعبين واستبعاد لعبين آخرين يعني البعض يقول لك طب محمد شريف جاب هدفين يعني إيه اللي يخرج برة القايمة إزاي عندك لعب بقيمة محمد شريف وبقيمته التهدفية خصوصا أنت الفترة اللي فاتت الفترة اللي فاتت وانت بتبحث عن الهداف بتبحث عن اللعيب اللي عنده القدرات الهجومية اللي يقدر في ثانية يجيب لك هدف ده كان بعيد قالص عن المنتخب مصر لحد لما ظهر مصطفى محمد وبالتالي ظهر لعب آخر أيضا عنده القدرات دي وهو محمد شريف وبالتالي لما يبقى عندك زخم في النقطة دي أو في المنطقة دي ده مكسب كبير ليه المنتخب الوطن إنك تستبعد لعب زي ده وتستبعد لعب زي أفشة واحد برضو من اللعبين المهمين في أفضل أحد الأندية الأفريقية والعالمية في مصر وفي العالم هو النادي الأهلي والاعتماد عليه دائما باستمرار ليه وإيه السبب إنك تستبعده طبعا كانت علامات استفهام وبالتالي هتلاقي صفحات كده طلعت قالت لك أصل كلام غريب هقولهولكو يعني أصل محمد صلاح بصوا بقى الكلام محمد صلاح مش عايز نجوم حواليه فبالتالي لما استبعد أفشة ومحمد شايف كده محمد صلاح هو ليبقى نجمي الأوحى على فكرة الكلام ده اتقال اتقال وكلام فعلا عاد تتحك عليه وللأسف طبعا السوشال ميديا بتخلي فيها ناس تمشي وراها وناس اعتقد إن الكلام ده فعلا صحيح طبعا كلام ممكن يكون حد كبير ممكن يكون يعني مضحك ومهلك للضحك لكن طبعا النجمي محمد صلاح النجمي اللي بيحرز مية هدف في الدوري الانجليزي مع ليفر بول وفي دوري الأبطال طبعا مش هيكون ده التفكير عنده وأكيد فيه مدير فني هو اللي بيقيم هو اللي بيحدد هتكلم في النقطة دي خصوصا أن احنا عندنا ماتش مهم جدا أمام ليبيا أمام منتخب قوي منتخب باستعد بقوة كانت في تركيا ومازال في تركيا إن شاء الله هيجي على مصر من تركيا وأمور بالنسبة له عنده أمال كبيرة جدا في التأهل للمرحلة المقبلة من خلال ماتشين مهمين بالنسبة له أمام مصر هنا في الغراءة وأيضا في ليبيا إن شاء الله يوم 11 يعني 8 و11 ترجمة نانسي قنقر